في ظل تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات كبيرة ضد طهران بسبب دعمها روسيا حذرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إيران من نقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في الهجوم على أوكرانيا مشيرا إلى أنها ستتخذ إجراءات ضد طهران إذا فعلت ذلك زعماء مجموعة السبع قالوا في بيان إنه إذا مضت إيران في تقديم الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا ذات صلة لروسيا فإن المجموعة مستعدة للرد بسرعة وبطريقة منسقة بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة ومهمة ضد طهران البيان أعرب عن قلق المجموعة بشأن التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل صواريخ باليستية لروسيا داعيا طهران إلى عدم القيام بذلك لأنه بحسب البيان يزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي ويمثل تصعيدا كبيرا في الحرب الروسية الأوكرانية وأكيدا أن طهران زودت موسكو بالفعل بطائرات مسيرة استخدمة ضد مدنيين من جانبه قال مسؤول أمريكي كبير إن دول مجموعة السبع مستعدة للرد بعقوبات جديدة صارمة قد تشمل حظر رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا إذا مضت إيران في نقل صواريخ باليستية قريبة للمدى إلى روسيا المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لفت إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من التأكد من حدوث عملية النقل بالفعل كما ذكرت رويترز لكن من الواضح أن هناك محاولة من طهران لدفع المفاوضات مع موسكو بشأن الصواريخ وكانت مصادر قالت لرويترز الشهر الماضي إن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض أرض القوية في تعميق للتعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أمريكية